وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السارة الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية مونية بمضبطات بلغت أكثر من 87 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقترب من 44 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السارة الرسمية فقد تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجال البيع بأزيد من السارة الرسمية لمواد البناء فقد تم ضبط 20 طن أسمنت أما في مجالي قضايا المخابز فقد تم ضبط 612 قضية من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و114 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط قضيتين بمضبطات بلغت أكثر من 13 أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر